بسم الله الرحمن الرحيم وعنا به نوحا قومه من أماني كثيرة لما كان ولما علم منهم أنهم يحبون الدنيا و هذا ما ذكره الإمام القرطبي عن قتادة و ذكره أيضا الآلوسي حيث قال أنه أن نوح عليه السلام علم أن قومه يحبون الدنيا فجاءهم بدعوة الله عن طريق ما يحبون فرغبهم بالدنيا عن طريق الإيمان و هذه الآيات في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار طبيعي بعد أن استنفذ نوح عليه السلام مجال الدعوة و سبل الدعوة معهم لم يبقى طريقا حقيقة من أساليب الدعوة إلا واتبعها في الليل وفي النهار وفي السر والعلانية وفي الجهر وفي غير ذلك من الأحوال و لم يبق لهم مطمع من مطامع الدنيا إلا طمعهم فيه فجاءت هذه الآية على ما يعني ما يحبون من الدنيا بالطمع في الأموال و الأنهار و البنين و الجنات و الزروع و غير ذلك من الأشياء فطمعهم نوح عليه السلام و مناهم بهذا أنهم لو آمنوا سيكون لهم هذا الخير العظيم يذكر مقاتل يونس سليمان البلخي في تفسيره قال إن الله أعقم أرحم نسائهم فلم ينجب أربعين سنة و ذكر الآلوسي أن الله أعقم أرحم نسائهم سبعين سنة حقيقة يعني والله أعلم من خلال دعوة نوح عليه السلام يتبين على أن نوح عليه السلام كأنه يعني لما دعا عليهم بقطع الأمطار و عقام أرحام النساء و غير ذلك إنما كان ذلك يعني من باب الضغط عليهم للإيمان كما فعل موسى عليه السلام مع قومه حين يعني صلت الله عليهم الدم و الضفادع و القمل و الجراد و غير ذلك و السنين و كما فعل أيضا النبي عليه السلام مع قريش عندما دعا عليهم بسنين كسنين يوسف و غير ذلك و كل ذلك كان من الأنبياء حقيقة ليس الغاية و تعذيب القوم حاشا لله فالأنبياء هم أرحموا الناس بالخلق عامة فكيف بأممهم لكن ذاك كان من باب الضغط عليهم فقط ليؤمنوا ليس هناك مصلحة للنبي و مصلحة لأحد في إيمان شخص سوى أنه أن ينقذه من النار كما أن النبي عليه السلام عندما كان يعني يؤمن الرجل كان يفرح كثيرا لأنه نفس أنقذها من النار هكذا كانت يعني فهم الأنبياء لمسألة الإيمان و مسألة الدعوة الذي أراه بالله أعلم أنه لم يعني تعقم أرحم النساء عامة إنما كان ذاك عن البنين فقط و الدليل على هذا ما هو ظاهر في القرآن أنه وعدهم بماذا بأموال وبنين كما ستأتينا في الآية فدل على أنهم كانوا قد حرموا البنين الذكور و لم يحرموا الإناث و معلوم أنه يعني الطبيعة الشرقية بسورة عامة قبل أن نتكلم عن قضية العربية يعني تميل إلى قضية الذكورة و تميل إلى قضية الذكر رغم أن القرآن جاء في معادلة هذه المسألة يعني جاء القرآن الكريم في آيات كثيرة لبيان على أنه حقيقة ليس هناك فرق بين الذكر والأنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم من يعمل صالحا و هم أمن من ذكر و أنثى من يعمل صالحا و هم أمن في سورة غافر جاءت آيات كثيرة للدلالة على أن هناك لا فرق حقيقة عند الله بل جاءت بعض الآيات لترجيح كفة الأنثى على كفة الذكر يعني كما في قول الله تعالى يهبوا لمن يشاء إناثا و يهبوا لمن يشاء الذكور فنلاحظ أنه هنا الموطن الذي قدمت فيه الإناث على الذكور هو هذا الموطن و كان موطن هبة أي هبة الله في الإناث أعظم و لذلك جاءت نكرة و الذكور جاءت معرفة و كلام فيها كثير جدا لكن هذه الإشارات بسيطة حتى أنه يعني وجدت في بعض أهل اللطائف ذكروا قولا جميلا في قول الله تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا قال طبعا معروف أن الباقيات الصالحات المشهور في التفسير و المعروف عند أهل التفسير أن الباقيات الصالحات و أنه سبحان الله و الحمد لله و لا إلى الله و الله أكبر و لكن هناك أيضا قول منقول عن السلف أن الباقيات الصالحات هن البنات لأن الله ذكر المال و البنون فذكر البنون و لم يذكر البنات قال و إنما خص البنات بأنهن الباقيات الصالحات وكذلك في سورة مريم عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أن سيدة حنة أم مريم اعتذرت عن ولادتها بالأنثى فقالت ربي إني وضعتها أنثى فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه وليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي طلبتك الأنثى التي أعطيته فكأنه فيه إشارة إلى مكانة الأنثى هذه وهي سيدة مريم حقيقة كانت آية وصديقة وكانت آية من آية الله كما قال تعالى وجعنا ابن مريم وأمه آية نعم وكذلك يعني ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ضعفه البعض لكن ورد فيه أن يمن المرأة تفكيرها بالأنثى أن يمن المرأة أنه إذا جابت أول مولود أنثى وهذا حقيقة معروف في مجتمعاتنا العربية أن الأم إذا جاءت أول مولود بأنثى تكون مساعدة وتكون أم ثانية تربي الأولاد وتعين الأم على تربية بقية الإخوان حتى أنه ورد في أثار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأخت الكبيرة تعامل أو لها مكانة كمكانة الأم لما لها من الفضل في التربية والمكانة وإن كان إحنا أبعدنا عن الموضوع لكن الشاهد هنا أنه ما قاله مقاتل في أنه أعقم أرحام الله أعقم الله أرحام نسائهم أنه الله أعلم فيما أراه أنه أعقمهم عن البنين والدليل على هذا أنه رغبهم بماذا؟ بالبنين وكان هناك البنات نعم قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم ربما البعض كما ذكر الإمام الرازي يقول وأي فائدة للاستغفار إن لم يؤمنوا يعني إن كانوا غير مؤمنين فما الفائدة في الاستغفار؟ أولا سيدنا نوح عليه السلام يعني ذكرهم وأمرهم بالإيمان قال أن عبدوا الله واتقوه وأطيعون وطلب منهم الإيمان وعبادة الله وتقواه وطاعة الرسول ثم كأن القوم هكذا يقول الإمام الرازي كأن القوم قالوا إن كنا نعبد إن كان ديننا حق فلماذا أتيتنا؟ وإن لم يكن ديننا حق فكيف نرجع إلى ربك ونحن قد عبدنا غيره؟ فكأن نوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم أي استغفروا من الشرك الذي كنتم فيه واستغفروا من دعوة غيره واستغفروا وتوبوا مما كنتم تسألون غيره واستغفروا وتبرؤوا مما كنتم عليه من شرك ومن عبادة غير الله فجاء الاستغفار كأنه المرحلة الأخرى بعد الإيمان يعني كأن الإيمان حاصل ثم يأتي الاستغفار وهو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وترك غير الله سبحانه وتعالى وهنا قال ربكم قال القرطبي والرازي من قبل قال هنا قال ربكم لحثهم على الاستغفار وحثهم على أنه من سترجعون إليه وتستغفرونه فهو ربكم الذي أنعم عليكم هذه النعم وقولوا إنه كان غفار أي أن هذا شأنه تبارك وتعالى فهو ليس غفاريته ليست هي اليوم إنه كان غفار فهو هذه صفة عظيمة من صفاته فهو غفار يغفر الذنوب جميعا الله غفور رحيم فهو غفار ولم يقول إنه غفور بل قال غفار لبيان على أنه مهما كان من فعلكم مهما امتد الزمن في معصيتكم وفي كفركم في الله سبحانه وتعالى فإنه غفار لهذه الذنوب لمجرد الرجوع إليه متى ما ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى وتسألونه المغفرة فإنه كان غفار سيرجع إليكم بالرحمة ويرجع عليكم بالبركات ويرجع عليكم بالمنى إن سألتموه المغفرة وتبتم مما أنتم في هواذ قول أكثر المفسرين على ذلك ثم مناهم سيدنا نوح عليه السلام أن جزاء هذه المغفرة سيكون لهم شيء عظيم قال يرسل السماء عليكم مضرارة يرسل أنه معلوم أن الغيوم يعني البعض يقول الشمس هي نفس الشمس والبحار هي نفس البحار والتبخير هو نفس التبخير فما بال أنه أيام أو سنوات تأتينا يكون الشتاء قليلا أو المطر قليلا أو الغيث قليلا سنتكلم عن المطر والغيث والشتاء نعم يكون الماء قليل النازل من السماء ومرات يكون الماء كثير رغم أنه نفس الظروف هي مهيئة في كل سنة كلمة يرسل على أن الله سبحانه وتعالى قد يرسل الغيث بقصد ويرسل الغيث بقصد لمكان معين فربما تسقى مكان من بين أماكن كثيرة وقد تكون محاطة بها لكن هذه المكان ينالها الماء و هذه الأماكن الأخرى لا يأتيها الماء لأن الذي يرسل ويحرك ويسوق السحاب هو الله سبحانه وتعالى كما قال سقناه إلى بلد ميت فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر السحاب فيساق السحاب تسوقه الملائكة حيث يريد الله سبحانه وتعالى فكأن نوح عليه السلام قال أنه إيمانكم واستغفاركم لله سبحانه وتعالى فإن الله سيسوق إليكم السحاب يعني خصيصة لكم سيرسل عليكم فقال يرسلوا من أرسل أي أن الله هو الذي سيأمر السحاب فيأتيكم ويرسل السماء عليكم والسماء هنا المطر أو الماء لأن لفظ السماء يأتي في القرآن بمعاني كثيرة من تقريبا ست معاني يعني ذكرها أبو عبيد القاسم من السلام في كتاب التصاريف وذكرها أيضا ابن الجوزي في نزلة الأعين النواظر فالسماء تأتي على معنى السماء المعروفة كما قال تعالى في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبع سماوات والسماء قد تأتي على معنى الغيم الغيم قال وأنزلنا من السماء ماء يعني أنزل الله من الغيم ماء والسماء تأتي على معنى المطر كما في هذه الآلة ويرسل السماء عليكم مذرارة من درة الناقة أي كأنها متتابعة وسنتكلم عن لفظة مذرارة والسماء أيضا يأتي على معنى الهواء كما في قوله كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويذكر ابن الجوزي أيضا أن من معاني السماء أنها سقف الجنة وسقف النار لأن الله ماذا قال عن الذين في الجنة وفي النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فربما يسأل سائل فيقول أين السماوات وأين الأرض إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فأين السماوات الأرض لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن السماء انشقت والسماء انفطرت وإذا السماء فرجت وإذا السماء كشطت ويوم نطل السماء كطير السجل للكتب وذكر أيضا يوم تمر السماء مورى وغير ذلك من الآيات التي جاءت على بيان زوال السماء فأي سماوات هذه والأرض قال يوم تبدل الأرض غير الأرض فكيف يعني يفهم معنى خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض والسماوات الأرض قد أزيلت وذهبت وتغيرت وتبدلت قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال لما بد الجوزي المقصود بها سقف الجنة ومقصود بها سقف النار فما زالوا خالدين فيها أهل الجنة في الجنة ما دام سقف الجنة فيها وأهل النار في النار ما دام سقف النار فيها ويأتي السماء في المعنى السادس على معنى سقف البيت وذوارد عن ابن عباس في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء وليقطع فلينظر هل يضمن كيده ما يغيظ على أنه من ظن أن الله لا ينصره في الدنيا فليربط حبل في سقف داره وليشنق نفسه كأنه هذا المعنى فماذا سيحصل من ذلك الأمر نعم قال يرسل السماء عليكم وكلمة السماء تأتي على معنى الماء وهذا يعني وارد في أحاديث كثيرة هذا الحديث الذي عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على صاحب طعام فمد يده في الطعام فوجده يعني مبلول أصابه البلل فقال ما هذا قال أصابته السماء يعني أصابه المطر وكذلك يعني كما ورد في الحديث أن النبي صلى في الحديبية في أثر سماء كانت أي أنه صلى أثر مطر في الليلة الماضية نعم وكذلك يعني العرب كانت تعرف لفظ السماء على معنى المطر كما يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابة أي أنه إذا نزل الماء والمطر بأرض قوم فنبت به العشب نحن رعيناه وإن كانوا غضابة وإن لم يرضوا بذلك قال يرسل السماء عليكم مدرارا أي لن يرسل عليكم مجرد أنه المياه مجرد أنه غيث بسيط إنما غيث مدرار وفيه منفع وفيه خير يقولون أنه يوم الأيام عمر بن عبد العزيز وقيل أن أحد الصالحين لكن الرواية المشهورة أن عمر بن عبد العزيز يقول كان يسير مع الخليفة عبد الملك يقول فأرعدت السماء رعدة شديدة مطر تمطر الدنيا يقول فخاف فقال له عمر يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه إذا كان الرعد هذا هو صوت الرحمة التي ينزل الله سبحانه وتعالى على الأرض فأنت خفت منه فكيف بصوت عذابه إذا كان هناك صوت للعذاب أو صارخ للعذاب من الله سبحانه وتعالى كيف سيكون الخوف قال يرسل السماء عليكم مدرارة من درة الناقة إذا تتابع نزول لبنها فكأنه ينزل الله سبحانه وتعالى يرسل عليكم الله سبحانه وتعالى السماء مدرارة بمياه كثيرة ولا شك أنه نزول المياه فيه خير وفيه رزق عظيم للجميع ليس فقط للذين يزرعون ونحن دائما نقول أنه ربما بعض الناس الذين ليس لهم معرفة في أقدار الله يقولون أنه المطر خاصا من ابن المدينة مثلا والموظف يقول لك يا أخي المطر يعني يتبهد البيوت والطين الشوارع وغير ذلك وهو لا يدرك المعنى العظيم في ذلك فهي خير يعني للجميع وحتى في قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني قالوا في المطر رزق الجميع حتى رزق الذي يظن أن رزقه ليس مباشرا يعني ليس مباشرا في قضية يعني كموظف أو غير ذلك يقول لك أنا ما لي علاقة في المطر ربما المطر يحتاج إلي المزارع لكن حقيقة الحياة كلها مترتبة على قضية الماء ولذلك قدم نوح عليه السلام النعمة العظيمة في وجود المياه قال يسل السماء عليكم مدرارة لأن وجود المياه يعني وجود الحياة ابتداء قال يسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة هذه كلها ما العرض الذي قدمه نوح عليه السلام لقومه إن آمنوا بالله يمددكم بأموال وبنين قلنا قدم الأموال لأن الناس الإنسان حقيقة في طبعه يحب المال وإنه لحب الخير لشديد وذاك المال سمي خيرا وإن لم يكن في كثير من الأحيان خير كما قال يعني انترك خيرا الوصية يعني هنا انترك مالا وكما قال الطبري ليس كل مال خير فقد يكون مجموع من حرام لكن الناس تفهم أن المال خير فخاطبها الله على ما تفهم ولذلك قال انترك خيرا الوصية وقال إنه لحب الخير للشديد أي حب المال لشديد هنا قال يمددكم بأموال وذاك لاحظوا الالتفاة الجميلة أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يكلم أو يخاطب البشر يخاطبهم بالأغلى عنده وهو النفس وعندما يعني يريد أن يقول ماذا سيقدمون يقدم ما أغلى عندهم وهو المال ولذلك إن الله اشترى من المؤمنين ماذا أنفسهم وأموالهم فالله اشترى النفس قبل المال لأن المال ليس له قيمة عند الله النفس هي الكريمة عند الله سبحانه وتعالى لكن العبد ماذا يفعل قال يجاهدون في سبيل الله بماذا بأموالهم وأنفسهم فالعبد يقدم المال لأن يعتبر المال أهم شيء عنده وكم من أناس وإن هذا كان مخالف للفطرة لكن كثير من الناس عندهم المال أهم من الولد وأهم من أي شيء يعني أذكر أنه لما كان الحصار في العراق وكان هناك أهل الأغنام وشحة العلف وشحة الأقوات يعني كان الرجل يبيع داره ويبيع سيارته وما يبيع شيء من غنمه بس في سبيل ماذا أن يوفر لأغنامه ويوفر لدوابه يوفر لهم العلف فهذا التعلق بالمال شديد ولله قال يمددكم بأموال ثم ذكر ماذا البنين ولاحظوا هذه الآية مشابهة في قول الله تعالى لقوم صالح وكانوا قوما عربا فماذا قال لهم الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى يعني ماذا قال لهم سيدنا صالح أن يمني القوم في الإيمان قال وَأَمَدَّكُمْ بَأَنْعَامٍ وَبَنِينَ قَدَّمَ الْأَنْعَامِ عَلَى الْبَنِينَ لماذا؟ لأن العربي هكذا هو طبعه يعني يعتبر الأنعام شيء عظيم جدا في الجاهلية بعض العرب كان يقول أو كان الفلسفة الموجودة الحصول على المال والحصول على الأنعام هذا أمر عظيم أما الولد ليس هناك في ظني هو ليس هناك إشكالية إن لم يأتيه الولد فلسفة يتزوج بأخرى وأخرى وأخرى فيأتيه الولد فكان يعني يفضلون المال أو الأنعام على البنين ولذلك هناك ماذا قال؟ أن الله سبحانه وتعالى يقدم لهم الأنعام والبنين وهنا ماذا قال؟ يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة بأموال وبنين لا شك أن البنين هنا المقصود بها الذكور وكأنه ظاهر الآية كما أسلفت قبل بداية الحلقة قلت أنه كأنه أن النساء في قوم نوح ما كنا يلدنا الذكور ولذلك مناهم نوح عليه السلام أن بعد الإيمان سيكون هناك الله سبحانه وتعالى سيمن عليهم بماذا؟ بالبنين الذكور ولذلك لاحظوا يعني أذكر من الطرف أن أحد الأخوة جاء سألني يوم قال لي قضية أنه الآن تحديد جنس المولود أنه يعني هل يجوز لنا أن نحدد جنس المولود يعني بعض المستشفيات يقول لك ماذا تريد ذكر أم أنثى فقلت له نعم يا صح فقال كيف يجوز هذا والله سبحانه وتعالى قال يا أبو لمن يشاء إناثا ويا أبو لمن يشاء الذكور فقلت له كلام بسيط جدا قلت له هل المستشفى ستعطيك ما قدر الله أم ستعطيك غير ما قدر الله فانتظر قليلا قال لا ستعطي ما قدر الله قلت له إذن ما قدر الله إن قدر الله لك أن يكون ذكرا فسيأتيك الذكر وإن قدر الله أن يعطيك أنثى فلو سبعمائة ألف مرة تعمل عملية الفصل لن يأتيك إلا الأنثى وهذا أمر طبيعي يعرف الإخوان الأطباء أنه حتى مسألة الفصل ليست مسألة قطعية مئة بالمئة إنما يعني فيها حيس كبير جدا للإخفاق في قضية الإختيار ولكن نقول لمن جعل الله له ذكرا في هكذا عملية فليعلم أنه من تقدير الله وليس من عطاء المستشفى نعم قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار لاحظوا هنا قال يمددكم بأموال وبنين ما قال يمددكم بأموال ويمددكم ببنين إنما جمع الأموال والبنين فيه يمددكم فقط بينما للأنهار قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما قال ويجعل لكم جنات وأنهار قال لا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار فما الحكمة أنه بالأموال والبنين ما يعني أعاد الفعل قال يمددكم بأموال ويمددكم ببنين بينما في الجنات والأنهار قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار قال أهل التفسير وفيها أقوال كثيرة لكن من ما قال على أنه التغاير الموجود بين الأموال والبنين هناك تغاير بين الأموال والبنين ولذلك قال يمددكم بأموال وبنين لأمن اللبس أنه لا يلتبس الأمر بين البنين وبين الأموال لأنه هذه غير هذه ولذلك قال يمددكم واحدة فلعدم وجود اللبس بينهما محتاج إلى إعادة الفعل بينما الجنات والأنهار فهي واحدة مترتبة على الأخرى ولذلك قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهار لأنه الجنات و الأنهار يعني مترافطة السبب فوجود الأنهار يؤدي إلى وجود الجنات و هكذا و ذلك قال يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهار و ذلك لاحظوا مرات القرآن يعني قد يذكر الفعل أو يعيد الفعل مرة ثانية لأجل التفاة دقيقة ذكر الإمام القفال الشاشي في قول الله تعالى عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا لاحظ قال رأيت 11 كوكبا و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين فذكر رأيت مرتين قال رأيت 11 كوكبا و الشمس و القمر رجع مرة ثانية ماذا قال قال رأيتهم لي ساجدين قال القفال الشاشي و إنما أعيدت لفظ الرؤية الثانية ليدل على أنه قد رأهم مرتين مر قبل أن يسجدوا له ومر بعد أن سجدوا له ولو قال رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر ليساجدين كأنه رآهم في حالة واحدة ولا يعلم أنه هل سجدوا له أم لا لأنك لو دخلت إلى قوم وهم كانوا جلوس فلما رأوك قاموا لا تقول أنك قاموا لأجلك أنك رأيتهم هم جلوس ثم رأيتهم أنهم قاموا لأجلك ولو دخلت على قوم وهم كانوا قيام لا تستطيع أن تقول قاموا لأجلي لأن ما رأيتهم أنت في حالة الجلوس ولذلك إعادة الفعل كان في إشارة لطيفة وفي الكلام بقية إن شاء الله نجعله في الحلقة القادمة إذا من الله علينا إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته